مساء الخير مساء الخير أخت شكرا لك طيب بداية جمال نتحطو على طرقاتنا أحياءنا وكذلك مدننا مع كل فصل الشتاء نفس السيناريو يتكرر اليوم نجد مصلحة الأرصاد الجوية في كل مرة يكون هناك نشريات خاصة حبينا نعرفك غرفة عمليات على مستوى بلدية العاصمة كيف يتم رصد كل النقاط السوداء على مستوى الطرقات تفديا لحدوث مثل الضواهر اللي شفناها في عديد من البلديات يعني الأخت إحنا كيلحقنا البياماس يعني نكونو ديجا خادين هذي الأماكن اللي بوانوار هذو بعين اعتبار اسمما ما خلوش حتى الجيشتاء ويلحقنا البياماس اسمما ديجا خونو عندنا ديسبوزيتيف تاعنا حاطينو في هذي الأماكن هذي يعني باش ما نلحقوش كما يقول لك الكوارث ما خلوش حاجة لتقيق اللخر حتى الجيشتاء ولا باش مدون نطوايه ولا مدون خدمه ولا يعني الحمد لله كيما احنا بلدي سيد محمد هذ موسم شيتاء هذا ما كانش عندنا يعني كوارث على مستوى بلدي سيد محمد ما نقول لكش مئة بالمئة محمد لله ما كانش عندنا حتى تدخولات يعني وين لحقنا وين واحد العشرة بالمئة عشرين بالمئة ما محتلش هذ الإطراب الجوي الآخر هذا اللي صبت تشتاء فيه يعني ما كانش عندنا تدخولات من المنتظر أن يكونه إطراب جوي لاحبين نعملوا إسقاط سيد جمال على مستوى الطرقات عملية الرسعة على الرغم من أنه ركو تجنده أعوان بلديات وتجنده كذلك العديد من الأعوان على مستوى البلديات لكن رغم كل هذا نجد أن المواطن يشتكي ويستنجد في كل مرة يقول لك لما يتحشتها أنا نعاني طيب لماذا في اعتقادك؟ لماذا هذه المشكلة؟ لازمنا لحد الساعة نرصده في عديد من الوايط الوطن شفنا عنابة شفنا عديد من البلديات هالمشكلة ضعف في التسيير نقص في رصد كل هذه الطرقات عدم تنظيف البلوعات في موسمها على اختلاف كل بلدية نعم على كل حال كان اختلاف بلد البلديات وكما يقول لك ما كالي ما يخدش هاد الأمر بعيد الاعتبار يعني يخليها محطوش يعني محطوش في ضمن أولويات وحتى أجلت كل البلديات ما يخلو حتى يشتاب ويبدأ ويجريه والمشاكل يعني ما شفت هاد الأوين الأخيرة صراوا بعض الكوارث على غرار عنابة على غرار عنابة يعني وش كنت لك احنا على مستوى بلدي سيد محمد ما خدين هاد الأماكن هاد الابوان هاد وما خدينه بعيد الاعتبار طيب كيف تتم العمل يعني حبيت على مستوى البلدية نخذوها كعينة كيف يتم رصد كل هاد النقاط السوداء كنت لقيت مثلا نشرية خاصة من مصلحة الأرصاد الجوية كيف يتم التعامل مع هذه النشريات الخاصة يتم التعامل معها عندنا فرقة خاصة فيها طناش نعون عندنا فرقة الصابحية وعندنا فرقة المسائية ما احنا نعرفهم لبوانوار هادو وحمد لله وين معاني طواية وحمد لله ما اقول لك ناخده كما يقول لك تنظيف الراصيف ناخده طواية اجور ما اقول لك وين يغلبنا شتاد يتعرب سبحانه ممكن تتعدى الكمية المعتبرة يكون وين عندنا شتاد هبط معها حشاك القرعاد وزبلو وين حصله ومشي ومشي حاجة عندنا الكمبيني شاحنة دخل المياه هذيك يعني احنا نكونوا موجدين قال امكانيات ما اخللوش حاجة باش نقول لون تمال امكانيات موجدينهم لكن ما يعب على عدد من البلديات انه مثل هذه الاجراءات اللي قموا بها كاجراء استباقي يكون في الدقاء الاخيرة وحتى في الساعات الاخيرة وهذا المشكل اللي ره يؤرق كل من السكان وكذلك كل القائمين على مستوى البلدية فاعتقادك لماذا؟ انه العملية ما تكونش مسبقة دايما يكون هناك تأخير في التعامل مع مثل هذه النشريات الخاصة ماذا يعني هذي صح عندك الحق نورمال مو هذي اللي بوا هذو ياخدوهم بع الاعتبار ما يخلوهم شحتاجي شتاء ولا يعني طيب انتم نقدر نقول رجال ميدان ركو تتنقلوا على المستوى الاحياء وعلى مستوى البلديات لما نشوفوا صور صدناها من ولاية عنابة وغيرها من الولايات اللي عاشت عزلة تامة نقدر نقول ان المواطنين ما قدروا شي غادر حتى مقر سكناتهم انتم كرجال ميدان لمن تحملون المسؤولية وهي مقترحاتكم في هذا الموضوع حتى لا نشهد نفس السيناريو لاننا ما زلنا في فصل الشتاء وحتى الجزائر نعرف بلا لا يتشهد حتى امطار غير موسمية المسؤولية تحملها المسؤول المسؤول الأول يتحملها بدوك على رأسهم في كوندي في بلدية رئيس البلدية يتحمل المسؤولية لما اخداش اجراءات لازمة اجراءات لازمة وما اخداش باع الاعتبار هذا الشتاء وهد الموفيط يعني يتحملها مسؤول الأول يتحملها مسؤول البلدية ولا مسؤول الولاية وما كانش بالك ما كانش متابعات ما يخدوش هذا البيان ما يخدوش بالاعتبار يعني وين هم بتجي يشتاء وتغلبهم يقولوا دقيقة يجروا والناس تقولوا يحصلها أنا شفنا هذا المدة الأخيرة الناس مساكن ماتت من البرد وتلج ان شاء الله كما اقول لك طيب تكرر مثل هذه الحوادث هل جعل من البلديات أنها تعمل مخطط استباقي لمواجهة أي كوارث طبيعية وخاصة اليوم نشوفه الفيضانات اللي أصبحت تهديد حتى حياة المواطنين بلديات سيدي محمد دائرين مخطط استباقي يعني ما عندنا مش مشكلة خلال التعامل مع النشريات الخاصة مع النشريات الخاصة موضوعا سيدي محمد التدخل ما على مستوى بلديات سيدي محمد على أحياء الرئيسية كما عندنا الكبوا كما ساحت أول الماء كان هناك المشكلة معروف عند سيدي محمد خلال الفترة الأخيرة يتم اتخاذ كل الإجراءة هذا ما نتمنى أن يتم اتخاذ وتدخل سريع حتى نضمن حياة المواطنين كذا ممتلكاتهم جزيلا شكرا لك جمال جنات رئيس مسلحة طرقات بلادية سيد محمد بي العاصر